عقد مجلس النواب جلسته برئاسة سعدة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حيث نقش عددا من الاقتراحات برغبة والمشاريع بقوانين تفاصيل الجلسة في التقرير التالي عدد من الاقتراحات برغبة وضعها السادة النواب بين يدي الحكومة في الجلسة اليوم أغلبها يتعلق بالقطاع الخدمي لكنها وبحسب تعبيرهم قالوا أن تنفيذ هذه الاقتراحات مرتبط بالجانب الاقتصادي كان فيه في الاقتراحات برغبة فيه كثير من أصحاب السادة النواب طالبين أمور حق المواطنين ولكن كلها تخص الوضع الاقتصادي فأنا أعتقد أن على الوزير المالية هو يطلع ويوضح لأن الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين ويراوين الخطة الواضحة خطة قصير المدى وخطة طويل المدى فأحنا لازم نعرف ونكون على العلم كمواطنين ونواب أن ما هي الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين الحقيقي إلى اليوم وكيفية الخروج منه بعدها انتقل المجلس إلى توجيه عدد من الأسئلة الوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية والخطوات والتسهيلات في جذب الاستثمارات الخارجية اليوم ناقشنا تحت قبة البرنامان موضوع حساس ومهم ويعني شريحة كبيرة من المواطنين صغار ومتوسطي التجار هذا الموضوع هو الموضوع الذي يشغل كثير من أصحاب العمل ألا وهو فصل رسوم السجل التجاري عن الأنشطة التجارية كنا نتمنى من الوزارة أن تراعي في هذا الجانب ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين على رأسها جلالة الملك عفظه الله ورعاه وسمو رئيس وزراء وولي العهد تشجيع القطاع التجاري والاستثماري من خلال دعم الفئة التي تشكل الشريحة الأكبر في هذا القطاع كان السؤال يتعلق بشكل مهم جدا بالذات مع الظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلد وهو عن جذب الاستثمارات الأجنبية وما هي الخطوات التي اتخذت الوزارة وما هو العائد وما هي الخطوات المستقبلية كان الجواب مقتضب بالذات الجانب الأول كان واضح جدا وهناك خطوات جدا مشجعة وأرقام أيضا مشجعة لكن بكل أسف ما زال العائد دون الطموح ونتمنى من الوزارة أنها تتخذ خطوات أكثر جدية بحيث تجذب كثير من الاستثمارات وخاص الخليجي منها الجانب الحكومي أشار إلى الخطة التي تتبعها الوزارة بشأن استجلات التجارية وجذب الاستثمارات للمملكة هذه الرسوم تمت بناء على دراسات قامت بها الوزارة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر والذي أقرها بالموافقة جزء منها يتعلق باسترداد الخدمات التي تقوم به الوزارة وكما كذلك تطرق الوزير إلى موضوع الخطط الوزارة بالنسبة للإستثمارات وجذب الاستثمارات والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وكذلك تم التطرق إلى الإحصائيات بالنسبة للسجلات التجارية وبعنواعها وبتوزيعها بالنسبة للأنشطة التجارية من جانب آخر ناقش المجلس رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط العمراني حول عدد البيوت المصنفة تحت آي للسقوط ونوعيتها على مستوى المحافظة الجنوبية بشكل عام والدائرة الانتخابية الخامسة بالمحافظة الجنوبية والرد حول تطوير ساحل منطقة البستين حيث قرر المجلس تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين